مثال خير لو مع حضرتك 1600 مليار دولار ممكن تشتري بيهم ايه لو كان 1600 مليار دولار دول امريكي تقدر تشتري بيهم نص العالم اما لو كان 1600 مليار دول من زنبو بوي على سبيل المثال تقدر تشتري بيهم رغيف عيش واحد ايه السبب و ايه الفرق السبب باختصار شديد هو التضخم اللي احنا بنسمعه ومش دايما كلنا بنستوعبه التضخم بايجاج شديد وهو قصة كبيرة جدا وفيه عشرات النظريات للاقتصاديين هو الارتفاع المستمر في اسعار او في المؤشر العام للاسعار وبالتالي انخفاض قيمة العملة ايا كانت العملة دي اذا كانت دولار او سترليني او جني مصري او ريال سعودي او دولار من زنبابوي التضخم المقبول اللي يقدي اللي ما يقديش الى فوضى في اقتصاد بلد ما معروف فرنجو يعني الاقتصاد مثلا في الدول المستقرة اقتصاديا زي دول الاتحاد الاوروبي وزي دول وزي الولايات المتحدة ما بيتجاوز اتنين في المية ماكسمم ثلاثة في المية وفي الحالة دي بتكون الامور مستقرة والاسعار مقبولة في الدول النمية اللي زينا الاسعار التضخم بتبقى دبل ديجيت يعني اتنين يعني حضاء عشرة حضاشر اتناشر تلاتاشر في المية ودي نسبة كبيرة لكن بتخلي الحياة صعبة لكن ما زالت مقبولة في المقابل التاريخ سجل نوبات فيها تضخم متوحش جدا مش بنتكلم على 12 و13 احنا بنتكلم على ارقام فلكية وفي دراسة امريكية عملت سنة 2012 سجلت 56 حالة صعبة جدا من حجمات التضخم على اقتصادات العالم على سبيل المثال سجلت الدراسة حالة المانيا بعد الحرب العالمية الاولى وذكرت تحديدا عام 1923 احنا عارفين ان الحرب العالمية الاولى استمرت من 1914 ل1918 واجهدت واجهزت على معظم ثروات الدول اللي شاركت في الحرب سواء كانت المنتصرة زي بريطانيا وحلفائها او زي المانيا وحلفائها اللي خسروا الحرب على سبيل المثال في المانيا كان قيمة المارك قبل ما يبقى يورو كان في 1914 مع بداية الحرب كان يعادل 24 من 10 دولار يعني كل مارك بيساوي 4 دولار و 2 من 10 في سنة 1923 بعدها بكم سنة بقى كده احسبه وصل قيمة المارك 4 تريليون مارك يعني الدولار الواحد بيساوي اكتر من 4000 مليار مارك تريليون ديت يعني 1000 مليار يعني بقى رقم فلكي وتعددت القصص العجيبة والطريفة في اسعار السلع في هذه الفترة العصيبة على الالمان على سبيل المثال احد الالمان دخل علشان ياخد كوب كوباية اهوة في احد المقاهي فطلب الفنجان الاولاني ببص في السعر فليون هو 5000 مارك وبعد الساعة وبعد ما تكمل ارية الجرايط طلب فنجان اهوة تاني لما جات له الفاتورة بالفنجانين جات له 14000 مارك هو متوقع ان يكون 10 فلما سائل السبب قالوا في الساعة الاولانية انت ما طلبتش كان السعر تقريبا تضاعف من 5000 الى 9000 مارك التدخم مش قاصر على التجربة الالمانية اه بعد الحصار الامريكي للعراق بداية من التسعينات ثم الغزو الامريكي للعراق في 2003 انهارت العملة العراقية اللي كانت عملة قوية قبل الغزو بحيس انه ما بقتش الناس تعد الدينار العراقي ولكن كانت بتوزنوا لان العد كان مجهد جدا طيب هو بالاساس التدخم بيحصل ليه نظريات التدخم كتيرة وتفاصيلها كتيرة مكانها السليم في كتب الاقتصاد انما بمنتهى البساطة اللي ممكن يبقى يعني تعريف بسيط انه كم كبير من النقود بيطارد عدد محدود من السلعة لما الدول ما تكونش بتنتك ويكون اقتصادها منهار عادة بتكون كم الفلوس اللي الحكومات بتستسهل وبتطبعها اكتر بكتير من السلعة المتدولة عدد الشقاء وعدد الانتاج بتاع المحاصيل الزراعية ما بيزيدش كل يوم وعدد المصانع ما بيقديش الى انتاج بيزيد كل يوم بالمعدل اللي الدول او الحكومات بتطبع فيه الفلوس فعندك كم كبير من النقود بيطارد حجم قليل من السلعة او كمية قليلة من السلعة عشان نفهم التدخم لازم نفهم مقطة مهمة جدا لانها تجررنا الموضوع اهم نسبة الفايدة عادة الناس بتحط فلوسها في البنوك وبتحصل على فائدة يعني مثلا في البنوك المصرية اللي بيحط فلوس والايام دي بياخد نسب بتتراوح مثلا من 7 الى 9% يعني اذا حطيت الف جنيه انت بتاخد عليهم حطيت 100 جنيه انت بتحصل على 7 جنيه زيادة في نهاية السنة هل دي النسبة دي وده بيكون مصدر بهجة لبعض الناس خاصة مما ليس لهم دخل ثابت يعني راجل على المعاش انسان ما عندوش مصدر دخل تاني فبيكون سعيد بالدخل ده كويس ان انت تبقى سعيد به لكن عليك ان انت تدرك انه فيه فرق ما بين الفائدة الاسمية والفائدة الحقيقية الفائدة الاسمية هي البنك بيداه لحضرتك اذا كانت 7% او 9% لكن الفائدة الحقيقية هي اللي بتحسب معها معدل التضخم يعني لو معدل التضخم في مصر على سبيل المثال كان 13% يبقى لازم الفائدة علشان تحافظ على قيمة فلوسك تكون 13% باذا انت خدت 9% يبقى كل اللي عملته الفائدة البنكية ان قللت معدل خسارة يعني معدل تآكل اموالك ومعدل تآكل قيمتها الشرائية يعني انت بتاخد الفائدة بالسالب انت بتاخد تقريبا مينس 4% لو كانت الحزبة كده مفهومة ده بيجرنا لموضوع تاني اهم نعمل لاشارة صغيرة وقد يستحق حلقة قادمة مستقلة هل الفائدة اللي بتديها البنوك على الاموال حرام ام حلال كتير من العلماء بيقولوا او عدد من العلماء بيقولوا حرام وعديهم نصوص ليس يعني انا الشخص المناسب لمنقشتها ان هذه الاموال حرام لانها بيحصل على فائدة ثابتة بعض العلماء التانيين بيروء ان الفائدة دي حلال استنادا على فكرة تستحق الدراسة ان الاموال اللي موجودة في الاسواق الان سواء ان كان الجيني مصري او ريال سعودي او دولار امريكي تختلف تماما عن الاموال اللي كانت موجودة في عهد الاسلام الاول وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الرسول كانت الاموال بتستند الى سلع قيمتها شبه ثابتة اللي لم تكن ثابتة زي الفضة وزي الدهب فاذا انت اقترت مئة دينار على سبيل المثال سواء كان فضة او دينار واردت ان انت تعيد الاموال دي بعد عشر سنوات انت تقريبا بتستردهم بنفس قيمتهم من عشر سنوات اما ما حدث للاموال بداية من 1971 حين استبدلت الاموال اللي يمكن تحويلها الى ذهب بنظام اموال يسمى بالفيت ماني الفيت ماني يعني اموال ورقية ليس لها اي غطاء لا ذهب ولا فضة وهي الاموال الموجودة الان من سنة من بداية 1970 فهو نوع تاني من الاموال لم يكن معهودا في صدر الاسلام هذا النوع من الاموال بتستند قيمته وتتغير قيمته من لحظة الى لحظة فاذا انت اقترت على سبيل المثال من البانك 100 الف جنيه في 1915 وحبيت تسددهم سنة 1917 فالقوة الشرائية بتاعة هذه الاموال بتتغير الى حد كبير فالعلماء اللي بيحلوا هذه الفائدة بيستندوا ان قيمة الاموال الورقية بتتغير من وقت الى اخر وعلى هذا الاساس بيروا ان فائدة البنوك حلال لانها اعتمدت او بتراعي بعد لم يكن معهودا في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام اي وجهتين النظر تعتنق هذا امر مطروك لك ومطروك للعلماء الذين اتثق في رأيهم لكن انا بس اردت ان اوضح وجهة النظر فيما يتعلق بعلماء المسلمين اللي بيحلوا فوائد البنوك واشكركم الى لقاء اخر ان شاء الله شكرا شكرا شكرا